أهلا وسهلا فيكن بحلقة جديدة من بودكاست يلي سعى جانا أنا دكتور جانا بورسلان واليوم الحلقة الـ 11 عم نحكي فيها عن إذا ممكن نحنا فعلا نحب ونكون بعلاقات بلا ما نخاف يعني معقولة يكون نحنا هلقد عنا شجاعة هلقد عارفين حقيقة طبيعتنا الحساسة يلي كتير بحاجة لهدهدي هيدا البودكاست انتاج حكواتي منعيش صعوبات بالحب لما ما نعترف أو نرفض نقبل حقيقتنا بأنه نحنا عن جد بحاجة لكتير تأكيد وهدهدي عن قدي نحنا مننحب قدي مرغوب فينا نتخيل دايما أنه خلاص كبرنا ما بقى بحاجة لكلها الدلع ما نسميه غنج دلع مثل كأنه أنت بيبي كل شوي بدي أكد لك ما منقبل طبيعتنا الإنسانية وأنه لما ما نطلقى الحب والدعم بالأكشنز بالأفعال بالكلام بطريقة منتظمة ايه ممكن نكون بسهولة عم نفتح مجال الأجروحات تتفتح ويمكن ما تنختم رغم محاولتنا بأنه نتجاهلة مش دايما نقبل نشوف هيدا الطفل الداخل اللي فينا يلي بحاجة لحب وحنان وعاطفة وغنج فإذا حدا نسى عيد ميلادة أو كانت هالغمرة مش متل ما أنا بدي هيك كانت شكلية أو يمكن يكون عنا نقص بلمس هالقد حاجة أساسية ايه فعلا بتصدقوا أنه منبلش ننصحيب منبلش نفسيا خلاص نجهز حالنا مثل أنه باي فمنبدأ نلهي حالنا بالشغل نقضي وقت أي شي بس مش مع حالنا آخر الشي بدنا نعترف فيه قدي نحنا بحيرة قدي نحنا من جوا يمكن نكون غضبانين وقدي عنا حزن داخلي طيب أوكي عرضنا الاشكالية طيب شو الحال أنه يمكن نقبل هالطبيعة البشرية اللي نحنا فيها نقبل أنه العلاقات ايه هالقد حساسة هالقد العلاقة بدها عن جد تغذية وأنه أي شي بكون أنا شعرت فيه يعني كلنا بلا بلا سكن كيف بيقوله شو يعني بلا سكن عن جد بلا جلد لا ما هو أكبر أعضاء بجسمنا هي هو الجلد بس لما تجي الأمور للمشاعر فعلا نحنا منسجل كل شغلة مش أنه يعني هن النسوين أكتر من غيرهم لا نحنا أشخاص صح اجتماعيين وسياسيين بس يمكن بالدرجة الأولى عاطفيين يعني عواطفنا شئنا أم أبينا نهتم فيها شئنا نعترف شو طبيعتها أو لا إيه هالقد حساسين هالقد نتوقع من العلاقات الرومانسية تكون عم تغنينا عم تحيينا وعم بتكون لقلنا مصدر تهديق لأعصابنا شعور بالتأكيد أنه أنا محبوبة ومرغوبة مين بده يتذكر أنه هو فعلا بقلبه وبمشاعره وبعضه مثل الطفل بده تغنيج وتدليع كل الوقت وأنه أقل نوع من الشعور بقلب العلاقة الرومانسية فعلا بيأثر فينا ما نحنا تعودنا خلاص أنه نكون كبار صح؟ وأنه شو بيك يشد حالك نسمع منقول لبعض ما دايما بتكون بموقعة ما دايما هيدا السياء اللي بيسوى نغزي بعض فيه لأنه ما حدا محصن لأنه هيدا هيدا بس وهم يعني نحنا عن جد منا محصنين من كيف نخد الشعورنا أي متى ياخد على خطرنا أو ببساطة نتلبك ما نعرف شو عم بصير لأنه فيه أشياء صغيرة يعده صغار بس هيدا هي طبيعتنا الإنسانية وحلنا نتقبلها نشوفها نعترف أنه إيه هالقات سهلة أن نجريح هالقات سهلة نكون بموقع هلأ بيسموه حساسين وكأنه فيه هالطاقة السلبية بس وبالحقيقة نحنا كلنا هيك هاي طبيعتنا فأنه تأسيلي قلبك مثل الحجرة وتعملي حالك رمبو ما بينفع أوكي حالنا نطلع على الحلول نعترف بأنه هالعلاقة الرومانسية رح تفضح حاجاتنا النفسية حاجاتنا العاطفية رح تفضحنا تفضح طبيعتنا البشرية وشو منتوقع وأنه أحيان إيه كلمة تطيب خاطر بموقف بتتذكر هيك تفصيل عن شخص بهمك كتير أنه بتريحه بتطمقنه حتى على مستوى الجهاز العصبي أنه إيه أنت مهمة إليه وأنا بهتم لأمرك وهيدي هي ممارسة يومية بتحسن من العلاقات كتير ما في حدا بيجي يقول أنا خلص قسيت قلبي هو لإدعاءات يعني يمكن فيه أشخاص بس هل هني بيجيبوا نتيجة حقيقية هل عم نظل أصيلين بعلاقاتنا هل عم تكون علاقتنا سليمة على المدى البعيد إذا إيه بدك تعترف اليوم بدك كمانا تعترف أنه العلاقات بيقولوا بدك كتير شغل شو هو الشغل نعترف أنه هلقد بدنا نكون حساسين تجاه بعض وقبل حساسين تجاه حالنا نعرف أنه دغري مننخدش أحيانا مننطر إشي بسيطة لنحس بتقديرنا وباهتمام الآخرين في أحلى منا نسمع أنا بعدني بحبك أنا بعدني بحبك لليوم أو أنا شعرت أني أزيتك فيك تقول لي بشو؟ بشو ديقتك؟ فهلأسئلة قد بتبين أهمية خيالوا عم نحطها بالأجاندة اليومية لا ما ضروري على الرايح والجاية مثل صباح الخير تصير هالأد نمطية ومكررة بس المقصود أنه ما نستخف بأهمية هالأسئلة هالطريقة من أنه نقرب من الشخص إيه؟ حلو نعترف أنه كلنا بحاجة للإهتمام وهيدا الإهتمام هو منتظم مثل ما بحاجة للماء مثل ما بحاجة للطعام نحن هالأد بحاجة أحيان لللمس الجسد وأحيان لللمس العاطفة يعني شخصي لي مثلي عواطفة يضغضغ شعوري أني أنا موجودة ويأكد لي أنه أنت مهمة بالنسبة لإلي أنا عم بسأل كيف زعجتك؟ لأني مهتم فبالنهاية بدل ما دايما هيك نطلع على كلمة يا حساس ويا الله شو حساسة لأ أحيان هيد الحساسية وهالحس المرهف بالآخر بحاجاته بأنه كلنا بحاجة لهالاهتمام هالرعاية هالسؤال كيف ديقتك كيف اليوم فينا أسعدك أكتر قد دايما بتحسس الشخص أنه هو مميز لإلنا أنه نحن ما عم نتخلى ما عم نتخلى لا عن علاقتنا ولا عم نتخلى عن الشريك إن شاء الله تكون عشبتكن هالحلقة أنا بانتظار كل تعليقاتكن أو أسئلتكن على السوشال ميديا هاندلز الموجودين بصندوق وصف الحلقة هن التيك توك انستغرام وفيسبوك ما تنسوا تعملوا مطابعة فولو أو سبسكرايب على كل هالقنوات وبشوفكن الأسبوع الجاي بحلقة جديدة باي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر